من الخرطوم ينضم إلينا يوسف سراج الدين كاتب ومحلل سياسي سيد يوسف يعني تفسيرك لهذا اللقاء وما أثاره من جدل بين الأوساط المختلفة في الشارع السوداني نعم لقاء رئيس مجلس السيادة باعتباره هو الرمز السيادة والرمز البلاد الآن لقاءه برئيس الوزراء الإسرائيلي بلا شك هو أحدث جدل كثيف جدا على المشهد السياسي وعلى الساحة الإعلامية منذ سربت الأنباع عن هذا اللقاء أيضا أنا أعتقد أنه ما تلوه الآن من بيان أو تغريدة رئيس الوزراء هي أنا أعتقد أنها محاولة لامتصاص التداعيات الكثيفة لهذا اللقاء ومحاولة يعني لانتصاص هذا الجدل الكثيف في الشارع ومسألة المناورات لكن هي تكشف في نهاية الأمر هذا اللقاء كشف عن أزمة في دولاب العمل الحكومي نفسه باعتبار أنه هذا الأجهزة رسمية وزاد صيلة أو منوض بها مثل هذه الملفات الخارجية تكشف أنها كانت بعيدة عن هذا اللقاء وملابسات التحضير له وما إلى ذلك أيضا فتحت الباب كثيف على النظر من جديد في مسألة مؤسسية الدولة والمرجعيات اللازمة والكافية لخوض مثل هذه الإجراءات الكبيرة يعني فلأن مسألة الآن الحكومة الانتقالية تحتفل إلى الوثيقة الدستورية هل هذا يمكن أن يؤثر على ارتضاء الشارع بالوثيقة الدستورية إذا كانت يمكن أن تخول مثل هذه اللقاءات وأن يكون ذلك منصوص عليه في الوثيقة ربما ليس بالنص ولكن يعني حين على لسان أو ما ذكره وحمدوك بأن هذه العلاقات الخارجية هي من مهام المجلس الوزراء بلا شك أنا أعتقد أنها عادت الآن الكرة إلى المشهد الداخلي أكثر من الخارجي والآن بقتل النظر إلى هذا اللقاء في إطار بعيد عن ملابسات أو طبيعة العلاقة بين السودان وإسرائيل والمسألة معروف تاريخيا الموقف وكونها قضية حساسة هي أشبه بملفات كثيرة جدا قير مخول للسلطة الانتقالية الحالية ألبت فيها يعني في غياب المجلس التشريعي ومعروف أنه هي حكومة تصريف أعمال حكومة أشبه بينها حكومة تحضر لمرحلة التحول الديمقراطي اللي في مرحلة لاحقة هو حكوم برلمان تشارك فيه الغوء سياسية المنتخبة لاحقة أو المنتظر الانتخابة فبالتالي هي البقع على عاتقة البد في مثل هذه الأمور وعلاقات السودان الخارجية كثير من المسائل الأخرى حتى غضايا السلامة الداخلية الآن قضية العلمانية اللي طرحت من بعض الفصائل فصائل الكفاح المسلح في مفاوضات جوبا هذا الأمر غوة سياسية كثيرة رفضت هذا في الشارع هناك حديث أن هذا ما مكانه أو ما هذا وقته المناسب ولا الحكومة هي بيدها أن تبت أو تمهر توقيع يؤكد على العلمانية الدولة أو خلافه في غوة سياسية دعت إلى مؤتمر دستوري دعت إلى مؤتمرات من شأنها هي تبت في هذا الأمر في ظل غياب البرلمان المنتخب وأنا أفتكر أنه مثل هذه الأمور تدخل الحكومة في حرج بالق وأعتقد أنه تغريدة رئيس الوزراء إضافة إلى التصريحات التي صدرت من وزارة الإعلام أو الخارجية كلها هي محاولات الآن أفتكر أنها محاولات خجولة لامتصاص خلل أو ما جرى في مسألة الانفراد بالغرار واللقاء إذن سيد يوسف سراج الدين كاتب ومحلل السياسي كنت معنا من الخرطوم شكرا لك